وحبا الأخبار منتخبنا الأول اللي بيستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر طبعا عارفين ان احنا عندنا تصفيات كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون لعشرين اتنين وعشرين منتخبنا اجتمع النهاردة وخضعت لعيبة كلها والجهاز الفني المسحة تحليل الدم طبعا للكشف عن فيروس كورونا بعد المسحة دي جهاز الطبي بقادة دكتور محمد أبو العيلة قرر انه يعزل جميع لعبة المنتخب في غرف فردية ومنفصلة لحد ما تظهر النتيجة بعد طبعا مخد المنتخب ميرانو الأول طبعا على استاد القاهرة خلاص دخلنا في مرحلة الجد كلنا دلوقتي بنستعد لخوض مباريتين مهمتين جدا كل بيساند منتخبنا علشان يقدر يحقق الفوز على كينيا يوم الخميس اللي جاي ويواصل بعد كده بقادة طبعا كابتن حسام البدري ان تصدر المجموعة أكيد طبعا مهم جدا المرحلة ديت وإحنا شايفين طبعا الجراءات الاحترازية وكان حريص طبعا الجهاز الطبي وكابتن حسام البدري يعني كمان بيطمن على نفسه ده أهم حاجة لمحمد الشنوي ربنا يدي له الصحة كل لعابتنا إن شاء الله لعبة المنتخب وإحنا في مرحلة طبعا مرحلة مهمة جدا أنا أعتقد مرحلة مريحة للكابتن حسام البدري عنده مجموعة أكثر من رأيها إن شاء الله لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر إن شاء الله كل التوفيق ليه وهي دي الفترة الفترة بتاعت دايما دايما الانتقادات ودايما لما بتطلع قائمة المنتخب في جميع العصور وفي جميع الأوقات يعني الكلام ده من زمان جدا أول ما قائمة المنتخب بتطلع بيكون فيها بعض الانتقادات من اللعيب اللي تظلم من اللعيب ما تظلمش أعتقد اللازم الصفحة دي تقفل تماما ودلوقت الوقت ودايما كل وقت هو مسندة مهنتخبنا القومي ومسندة مصر إن شاء الله في مشوارها الأفريقي استعدادا كمان إن شاء الله هنتأهل لأمم أفريقيا بإذن الله في الكاميرون استعداد الأكبر إن شاء الله لكمان مونديال 2022 طبعا بعد الثور التمرين النهاردة يمكن بدأ النهاردة التمرين طبعا بعد كشف التحليل اللازمة ده جزء أو صور من طبعا تدريبات منتخبنا النهاردة استعدادا بإذن الله أعتقد السفر بعد بكرة لكينيا مباراة برضو على المستوى الفني إحنا قدرين إحنا نقوم بها بدور أكثر من رائع نأكد صدارتنا للمجموعة وكل فوز لمنتخب مصر أعتقد بيدي ثقة لللعيبة وثقة للجهاز الفني فدي طبعا صور من خلال التدريب إن أعتقد خلاص اللعيبة كلها مركزة في المتخب وكل واحد زي ما بقولك سيهام ألع فانيلة ندي ولابس زي ما شايفين كل اللعيبة على مستوى كل الأندية نتكلم على تماني من الآله خمسة من الزمالي خمسة من بيراميدس خمسة محترفين وخمسة من أندية مختلفة مصطفى محمد هو كمان ومحمد صلاح وصل كمان النهاردة عشان كان في ناس برضو كان بتقول بتشكك أن محمد صلاح مش هيوصل لكن النهاردة النهاردة جايه وبيشارك في التمرين ودي صور من التدريب النهاردة يمكن الجهاز الفني المنتخب سامح بأول ربع ساعة إنه يكون في وسائل إعلام بتصور أو بتأخد أو بتلتقط صور وده فعلا اللي حصل دي المشاهد اللي جاي لنا من هناك فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في اللي جاي علشان زي ما قلنا يكمل مشوار ويتصدر مجموعته بإذن الله ترجمة نانسي قنقر